اينما كنتم حياكم الله مشاهديني كرام وحلقة جديدة من برنامج بلات سبورت مشاهديني كرام في حلقة اليوم سنتحدث عن مباراة المنتخب الوطني الأولى والتي انتهت لمصلحة أسود الرافدين بهدف دون رد على حساب المنتخب العماني ونتحدث أيضا عن إصابة اللاعب ونجم المنتخب الوطني أيمن حسين إضافة إلى الذهاب إلى المباراة المقبلة للمنتخب الوطني أمام المنتخب الكويتي ولكن بداية دعونا نمر على أبرز عنوين حلقة هذا اليوم إذن مشاهدين الكرام البداية من أيمن حسين والذي تعرض إلى إصابة وحالته الصحية الآن مستقرة وسيغيب عن مباريات الكويت وفلسطين وكوريا الجنوبية ذهابا إلى المنتخب الوطني والذي عاود التدريبات استعدادا لمباراة المقبلة في التصفيات الحاسمة أمام المنتخب الكويتي يوم الثلاثاء المقبل وأخيرا أمجد عطوان يطالب الجماهير والإعلام بأن يكون صبور على المنتخب الوطني في هذه التصفيات إذن مشاهدين كرام كانت هذه أبرز عنوين حلقة اليوم دعوني أرحب بضيوفي والبداية من الستوديو والكابتن كبير بسام رؤوف مساء الخير كابتن مساء الخير حبيبي أستاذ محمد عليك وعلى جمهورك الكريم وعلى كل الشعب العراقي وينضم إلينا من أربيل الزميل الصحفي والإعلام الرياضي الأستاذ حميد المظهور مساء الخير أستاذ حميد إذا كنت تسمعني مساء الخير عليك أخوية محمد ومساء الخير على الكابتن بسام رؤوف اللي غايب صار فترة تحية لكم وتحية لكافة مشاهدي قناتكم الموقرة إذن مشاهدين كرام قبل الدخول في تفاصيل حلقة هذا اليوم نبارك لنجمة العراق البراليمبية نجلة عماد بالتتويج بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب البراليمبية في باريس في مسابقة تنس الطاولة هذه البطلة التي حققت الذهب لأول مرة لإمرأة عراقية تشارك في المسابقات الرياضية من خلال التتويج بالميدالية الذهبية على حساب الأوكرانية في المباراة النهائية إذن مبروك للحركة البراليمبية العراقية هذا التتويج مبروك للرياضة العراقية هذا التتويج ومبروك للمثابرة نجلة عماد تحقيقها الذهب في هذه البطولة والتي تمكنت من أن تحقق شيء لم يحقق حتى الأصحاء في المشاركات الأولمبية العراقية رغم كل الدعم المقدم لهم خلال الفترة السابقة وحتى في الأولمبيات الأخير أولمبيات باريس كابتن إذا ما تحدثنا بداية عن نجلة عماد الذهب بهكذا عنوان مثابرة حققت الذهب للعراق وتستحق كل التقدير والاحترام والتكريم أيضا من خلال ما حققت أكيد يعني مبروك للعراق مبروك النجلة ولأهلها وكل كل حقيقة لكل لكل الرياضين العراقيين البارالومبية دكتور عقيل ساعدي طبعا أكيد يعني هذا جهود كبير يعني يبذل في السنوات الماضية وبالأخير طلع الشمعة من هاي الظلام واقعا نورتنا في بارالومبيات واليوم احنا كل السعداء يعني اليوم قيمة هاي المدالية بصراحة يعني لا تقدر بثمن بالفعل يعني لذلك أنا مع فرحة المنتخب العراقي واليوم فرحة نجلة إن شاء الله تعالى تستمر الأفراح تستمر للأخبار الطيبة السارة للشعب العراقي احنا بصراحة أكثر شيء يسعدنا يفرحنا هي بصراحة هي الرياضة ومساء المساحة اللي ممكن نحقق بها إنجاز اليوم الكفاءة العراقية متواجدة في كل شيء ومن جزء من عدها الرياضة لذلك يعني اليوم هي رسالة رسالة بأنه اعملوا استمروا بالعطاء اليوم تركوا الخلافات اللي غير مبنية على أسس صحيحة يعني نظموا نفسكم نظموا أموركم يعني كشعب عراقي كرياضة عراقية اليوم احنا نبتعد بصراحة عن يعني مجال السياسة وغيرها لكن اليوم احنا الرياضة بأمس الحاجة إلى دعم حقيقي واليوم جا انشاد الدولة جا تدعم سيد رئيس وزراجة يقدم دعم حقيقي اكو برنامج عمل خطة عمل مننا العشر سنوات نتمنى نتمنى مثل نجده يكونون فعشر بعد بالأولوبيات القادمة والبعده وبعده ذلك انا يعني ابارك لها واهنيها وان شاء الله يكون تكريمي ليقبيها من مطار بغداد إلى توصل بيتهم ان شاء الله حميد يعني هذا التتويج بهذه الميدالية الذهبية في برالمبيات باريس تعتبر قد تكون فرحة موازية لفرحة الانتصار الذي تحقق في المباراة الأولى على منتخب عمان هذه الفرحة التي جاءت بها هذه المتابرة التي كانت دائما تتطلع على المشاركة في الأولمبيات وتحقيق ميدالية وبالفعل حققت الميدالية الذهبية في تنس الطاولة نعم مرة أخرى تحية لك لضيفك الكريم حقيقة ما حققته يعني الرياضية نجلة مدعاة فخر لكل الرياضيين أعتقد اليوم كل تنعيش فرحة الحصول على الوسام الذهبي لهذه الفعالية يعني قد يكون هو درس كبير للأصحاء أكثر ما هو لغيرهم من الناس باعتبار أن هذه المرأة الحديدية استطاعت أن تحرز الوسام الذهبي بظروف صعبة نعرف أنه هي تعيش ظروف صعبة لكن التحدي في داخلها جعلها أنه تخلق من نفسها بطلة وتشارك في هذا الأولمبياد وتحرز الوسام الذهبي في نتيجة كبيرة جدا نتمنى أن يأخذ الأصحاء من نجلة درس كبير لتحقيق نتاج إيجابية في الدورات الأولمبية المقبلة إن شاء الله نعم بالفعل ما تحقق من خلال ما قدمت نجلة خلال هذه البطولة وما تحقق من التتويج بهذه الميدالية مدعاة للفقر مدعاة لكل ما هو جميل باعتبار أنها حققت هذه الميدالية رغم كل المعاناة التي تعاني منها أمام لعبات على مستوى عالي في هذه المسابقة وبالتالي هذا الموضوع الذي قد يكون يحسب إلى بقية الأيام المفرحة التي تمر علينا خلال هذه الأيام بعد الفوز المهم للمنتخب الوطني على المنتخب العماني نعم يعني ما حققته هذا الرياضي أعتقد أنه هو رسالة كبيرة يعني محمد هناك موضوع جدا مهم وهو اليوم أن الرياضة العراقية تعيش في أوج زهوها بفضل الدعم الكبير الذي تلقاه الرياضة العراقية بالشكل العام من قبل السيد الرئيس الوزراء السيد السوداني الذي لم يألو جهدا في سبيل تحقيق إنجازات كبيرة في الرياضة العراقية سواء كان في كرة القدم أو في الرياضات الأخرى أعتقد أنه هو المسؤولية كبيرة في البطولات القادمة لأن نحقق طفرات كبيرة خاصة في الدورات الأولمبية القادمة محمد هذا موضوع حساس جدا موضوع مشاركاتنا في الدورات الأولمبية منذ الستينات لم نحرس أي وسام ذهبي بالنسبة للأصحاء هذا موضوع أعتقد كبير رغم ما تبدله الدولة من أموال طائلة للجنة الأولمبية لكن لن نحقق شيء يذكر على مستوى الأوسمة هناك دول وجزر صغيرة تكاد لا تذكر على الخريطة تحقق إنجازات وتحقق مداليات أعتقد حرين بنا هذا اليوم أنه نبني رياضة حقيقية قادرة على صنع الإنجاز في الدورات الأولمبية المقبلة يعني ليست جزيرة كذا وجزيرة ليس أفضل منها ليس أفضل منها حالا كبنى التحتية ووجود الأموال ووجود المواهب لكن ما نحتاج له هو التخطيط لإحراز البدالية الثانية في تاريخنا الرياضة إن شاء الله بالفعل كل ما تحتاج الرياضة العراقية أشخاص على قدر المسؤولية تخطيط للمستقبل القريب والبعيد وبالتالي من الممكن أن نشاهد مداليات ملونة أولمبية وبراليمبية أخرى للعراق وهو درس تقدم نجلة عماد للأصحاء من خلال المثابرة الكبيرة رغم المعاناة التي ترافق هذه اللاعبة والتي استطاعت من خلالها تحقيق الميدالية الذهبية في باراليمبيات باريس نعود مشاهدين كرام إلى مباراة المنتخب الوطني الأولى أمام المنتخب العماني والتي انتهت بفوز مستحق للمنتخب العراقي بهدف دون رد ولكن هذا الفوز قد يكون ما شابه هذا الفوز هو إصابة اللاعب أيمن حسين هذه الإصابة التي أبعدت اللاعب قد تكون للمباريات المقبلة للمنتخب الوطني العراقي أمام الكويت وفلسطين وكوريا الجنوبية بعد أن جاء رأي الأطباء بأن تكون هناك مرحلة استشفاء لللاعب تبلغ 45 يوم كابتن إذا ما تحدثنا بالبداية عن مباراة المنتخب ما جاء في هذه المباراة تفاعل السيد كسس مع أوقات المباراة والذهاب إلى تحقيق النتيجة والفوز والنقاط الثلاثة التي قد تكون الأهم في مسيرة المنتخب طبعا تحياتي أستاذ حميد أيضا وأتمنى لكل الخير الموفقية وفعلا أنا موجود يعني بس تجز قوته بعيد شوي نعم اليوم طبعا أكيد ألف مبروك المنتخب العراقي وبارك الله بهم على الجهد اللي بدله نحن لا يعني حقيقة يجب أن نظهر عدة جوانب أو نرى عدة جوانب الجانب الأول استعدادات كانت فقيرة وتحدثنا سابقا فترة أسبوع زمان من التجمع غير كافية التحاق بعض اللاعبين قبل يومين من المباراة غير كافية العديد من اللاعبين يعني بالتشكيلة ربما سبع لاعبين هم غائبين على المباريات التجربية أكثر من شهر ونص بالتشكيل الأساسية ذلك هذا أثر على العامل البدني اليوم المدرب وخلي الكل يتكلموا الفنيين وكل من يفهم كرة قدم اليوم المدرب عندما يشاهد فقط أربع لاعبين جايش تركون فيه مباريات وهناك أكثر من عشرين لاعب ربما موجودين يعني بالقائمة الرئيسية والتجمع اللاعبين غير متواجدين ضمن أجندة أو الخيارات الدوري العراقي لأنه متوقف الدوري العراقي وكذلك اللاعبين المحترفين إذن العامل البدني مئة بالمئة رح ينخفض بعد خمسة واربعين دقيقة عند المنتخب العراقي وبالتالي هذا العكاسة رح يظهر بالشوط الثاني لذلك خمسة وستين بالمئة المنتخب العماني كان عنده الحيازة أكثر من سبع حجمات يعني كانت خاصة في الشوط الثاني لأن احنا أوراقنا احنا الأمانة خلونا نتكلم المنتخب العراقي في كثيرة والعديد من المباريات هو منتخب أشواط وليس منتخب مباريات كاملة ولذلك كاساس فهم طبيعة المنتخب وأسلوب المنتخب ويحاول أن يجد الحلول لذلك هو دائما تشكيلة يعني مختلفة اليوم عن باتشر أمام المنتخب الكويت رح تكون تشكيلة مختلفة أمام الأردن تشكيلة مختلفة يرى بأنه احنا لحد الآن ما جاينا تكيف مع أسلوب واحد ولا ما جاينا تكيف مع طريقة لعب واحدة لذلك اليوم الجانب البدني ما تقدر تأدي واجبات مركبة في اللعب وأنت لا تستطيع وبالتالي سيد كاساس تعامل بذكاء مع وقات المباراة ذهب بالمباراة إلى بر الأمان وثلاث نقاط وهي الأهم ونجح بالعلامة أنا أعتبر نجح بالعلامة الكاملة اليوم احنا صحيح الأداء الثروة تكلمنا عن الجانب البدني اللي هو الأساس في تركيب وتوظيف اللاعبين بالطريقة اللي ممكن يلعب بها أسلوب الهجومي النزعة الهجومية عند كثير من اللاعبين المهاريين اللي موجودين نتكلم عن الجاسم والإمام ونتكلم أيضا على زيدان قبال إذا شرك في المباراة القادمة هؤلاء اللاعبين يكونوا بعدهم نزعة هجومية جزء من الحالة الدفاعية الدفاع الفردي طبعا أكيد هم طبعا يندفعون بشكل كبير وهذا طبيعة اللاعب العراقي يندفع بشكل كبير لكن بعض الواجبات الدفاعية يجب أن تؤمن بشكل صحيح إذن ضغط الخطوط راح هنا أنا ما يعطي مساحات للفرق الأخرى لذلك ما حصل نحن نتكلم عن حارب السعدي ونتكلم عن أرشد العلوي في منتصف الملعب كانت هناك صراع بينهم وبين سامر رشيد وأمير العماري وهذه المنطقة منطقة الصراع كنا محتاجين اللاعبين ينضمون للداخل أول مرة كنت أشاهد على جاسم يدخل يدافع ويساعد نشاهد أيضا يوسف الأمين يدخل ويساعد منطقة الأطراف ما لعبنا عليها بشكل كبير ما صعد علي حسين علي ما صعد دوسكي إذن كانت هناك واجبات بأنه يجب أن يتوقفون عن الصعود ويهتمون بالناحية البدنية ويقننون جهدهم للشوط الثاني نعم إذن خيارة باللعب الثلاث قلوب دفاع بالدقيقة ستين أنا باعتقاد الشخصي معترامي لكل من القرون فلي صحيح كان مئة بالمئة وإحنا أمنا المباراة بشكل جيد طيب حميد يعني كابتن بسام يقول بأن أراء وأفكار سيد كاساس مع الشوط الثاني باللعب بخمس مدافعين في الخلف بعد الدقيقة ستين من وقت المباراة كان رأي صائب وصحيح نتيجة المخزون البدني لدى اللاعبين والذي كان في استنزاف من خلال أوقات المباراة وبالتالي ذهب سيد كاساس لأن يخرج بنقاط المباراة وهي الأهم من تقديم مستوى يرضي الجمهور في هذه المباراة نعم محمد يعني بعيدا عن المستوى اللي ظهر علي المنتخب الوطن طبعا لا نقاش في رأي الكابتن الكبير بسام رؤوف يعني نجم من متخباتنا الوطنية وخبير كرة ومعروف لكن يعني أود أن أناقش كابتن بسام أو حضرتك أو حتى الجماهير الرياضية العراقية أو المعنيين على الشأن الرياضة العراقية فقر أعداد المنتخب الوطني من يتحمل من يتحمل أنه اليوم أنت عندك يعني وفرة من اللاعبين موجودين بلا منافسات وقاعدين وحضرتك أنت مدرب منتخب وطني لتأخذ يعني أجور عالية نعم طيب ليش فقر الأعداد؟ ليش ما كان التجمع مثلا قبل شهر؟ هذا موضوع الموضوع الثاني موضوع أنه أنت اليوم تركن للدفاع لعدم جاهزية غالبية اللاعبين وبالتالي تريد يعني الخروج من هذه المباراة بثلاث نقاط وبالهدف الذي سجله أيمن أحسين يعني هذا موضوع أنت اليوم تلعب على أرضك ومام جماهيرك كذا على أرضك ومام جماهيرك وأنت تريد تحافظ على الهدف الوحيد الذي قد يكون جاء بظرف يعني معين كيف إذا لعبت أنت مع منافس أشرس من المنتخب العماني وموجودين منتخبات شرسة في مجموعتنا وممكن يكونون منافسين حقيقيين لنقاط المباراة طيب إذا أنت تلعب على أرضك وأمام جماهيرك المتعطشة لرؤية يعني منتخبهم 65 ألف متفرج ونصفهم خارج الملعب ينتظرون كل هذا الزحف الجماهيري والصخب كان متواجد على المدرجات والذين ينادون بإسمك وتخرج طيب حميد يعني قد تكون المباراة مضغوطة من عند الجوانب أخرى يعني أنا شخصية وغير مهتم بالأمور الفنية نعم قد تكون المباراة مضغوطة من عند الجوانب أخرى يعني ما مر بفترة سابقة من عملية التأخر في تجديد عقد كساس ذهابا إلى عدم تواجد اللاعبين بسبب عدم وجود أيام في فا دي قد تكون كل هذه الأمور أثرت على المردود اللياقة بالنسبة للمنتخب الوطني وبالتالي هذا المردود من الممكن أن يكون فيه تصاعد في المباراة المقبلة محمد يعني هو المدرب الإسباني يعني كاساس يرتبط بعقد مع الاتحاد العراقي والعقد يعني سار المفعول نعم روح يعني فاوض على تجديد عقدك أو زيارة يعني مبلغ العقد لكن لا تنسى مهمتك الأساسية اللي هي أعداد المنتخب يعني قبل أسبوع تروح أسبوع لقطر طيب ليش القطر ليش؟ شنو الاستفادية من معسكر قطر ليش؟ ليش مو بالبصرة أنت عندك مبارات في البصرة ظروف البصرة المناخية تشبه إلى حد بعيد يعني الظروف المناخية المتواجدة هناك في الدوحة ليش المعسكر كان في الدوحة؟ طيب ما كان ممكن أنه قبل أسبوعين تبدأ الإعداد أو تدبر حتى لو مباراة يعني تدريبية للوقوف على جاهزية اللاعبين طيب حلينا ننتقل بهذا التساؤل حميد إلى الكابتن بسام كابتن بسام يعني أستاذ حميد تحدث عن لماذا التأخر في عملية الإعداد ما هي الظروف التي دعت سيد كاساس إلى أن يتأخر في عملية الإعداد؟ ذهبا إلى المباراة الأولى مع المنتخب العماني وما ظهر فيه المنتخب الوطني نعم أحسن طبعا أشكر أستاذ حميد على طرحة واقعية ومئة بالمئة اليوم نحن انشغلنا بما انشغلنا الفترة الماضية انشغلنا بالأولمبيات عندنا كم لاعب كان مع المنتخب الأولمبي؟ نعم كان عندنا العديد من اللاعب مع المنتخب الأولمبي انشغال كاساس كان يتصور هو بذهنيته نعم وبقراءته بأنه المنتخب العراقي ربما رح يبرز بأكثر من خمسة لاعبين ورح يفيدون المنتخب الوطني نعم حتى يضافون إلى التشكيلة اليوم كانت أنا اعتبرها يعني كان هناك ربما بعض العقابات أمام المنتخب الأولمبي في المشاركة نشاهد من ناحية المستوى من ناحية النتائج اللي قدمت لذلك القناعات اختلفت عد المدرب وبالتالي الفترة فترة عودة اللاعبين هو ما لأنهم مجهدين هؤلاء اللاعبين من جراء البطولة أراد أن يريح العديد من اللاعبين لذلك ما اكتملت جزء جاي العب في أوروبا جزء جاي العب في الأولوبيات وعائد مجهد ولذلك هاي هذا الصعوبة التجمع اللاعبين ما استطاع الاتحاد أن يوفر أيضا مباراة تجريبية للمنتخب العراقي باعتبار فقط أيام الفيفا داي نعم لذلك اليوم هاي كلية هاي الأمور كانت بيها مخاطرة يعني عملية التخطير مخاطرة وبالتالي اجتياز المباراة الأولى مع المنتخب العماني يعني يكون في مصلحة المنتخب نحر بشكل كبير أنا اعتبر إنجاز في ظل الظروف اللي مر بها المنتخب وفقر الإعداد اعتبر إنجاز لذلك اليوم خطف ثلاث نقاط من منتخب أيضا طموح ومنتخب يعني مطالب أيضا من جمهوره والمعنيين بأنه يتفوق في هذه المجموعة ويصل لمرحلة يعني جيدة وأنت تستطيع أن تحد من خطورتها وأن توقف زحفة باتجاه أخذ ولو نقطة واحدة أعتقل شي جيد جدا ومفيد للمنتخب العراقي أبا من المنتخب الكويتي اللي أيضا سنتحدث عنه منتخب استطاع يحصل على نقطة من أرض الأردن ثاني آسيا نعم نسميها من فم الأسد واقعا يعني نعم وفي ظل ظروف ثاني آسيا منتخب أردني وأيضا الشعب الأردني تدل جمهور الأردني مو جمهور عادي نعم يعني وبالأردن وتستطيع أن تعود بنقطة واحدة بمثابة ثلاث نقاط بالنسبة للمنتخب الكويتي بالفعل وذلك هو يريد يعزز هذه النتيجة أمام المنتخب العراقي اللي إن شاء الله تعالى ما نعطيهم الفرصة واقعا إحنا مسممين كمنتخب وكجمهور وكاتحاد وكدولة عراقية نعم ونمع المنتخب في هذه المبارات لا مجال وبالتالي الفوز الذي من الممكن أن يتحقق على المنتخب هو العوان الكويتي سوف يعطي ارتياح كبير للمنتخب الوطني بالضبط اليوم إحنا ريدنا كافي أيمن حسين خلفوز على الكويت بالحديث عن أيمن حسين مشاهدينك كرامدا كل الأخبار تشير بشكل إيجابي إلى إصابة نجم المنتخب الوطني أيمن حسين والذي من الممكن أن يغادر المشفى خلال اليومين القادمين على أن تكون هناك مرحلة استشفاء تمتد إلى شهر ونصف حسب رأي الأطباء وبالتالي قد يغيب عن مباريات الكويت يوم الثلاثاء المقبل ومباراتي فلسطين وكوريا الجنوبية الشهر المقبل في التصفيات نتمنى الشفاء العاجل لكابتن أيمن حسين والعودة بشكل كبير وجدي للمنتخب الوطني خلال المباريات المتبقية من التصفيات وكان هناك اتصال من دولة رئيس الوزراء سيد محمد الشاع السوداني باللاعب أيمن حسين بعد تعرض للإصابة للإطمئنان على صحته والوقوف على كل ما يخص هذا اللاعب من خلال التواجه في دولة الكويت من يستمع ونشاهد اتصال السيد رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني باللاعب أيمن حسين السلام عليكم الحمد لله على السلامة كابتن طيب إن شاء الله طيب يا معوك لأقتنى من البارحة إن شاء الله إن شاء الله خفيفة هسا اتطمننا من خلال الاتصالات وعن كادر الطبي الحمد لله الحمد لله مشافر تمام الصحة والعافية لا لا بسيطة بسيطة إن شاء الله مشافر مشافر إن شاء الله بعدنا هنا بعام قدامنا مشواق تصفيات وموانديك وموانديك إن شاء الله إن شاء الله يعني نهديك هنا بالفوز والهدف الرائع ومشافر 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 كابتن عدنان تسلمني على كل الأخوة في الكويت وزير الصحة والاتحاد على الاستجابة السريعة والاهتمام بكابتن أيمن وأيضا تشكليهم على ترتيبات دخول المشجعين العراقيين جزاهم الله خير نحن كنا أشقاء وأخوة وهذه بالتأكيد فعالية رياضية تزيد للأواصل الأخوة بيننا فالتقدير واحترامي لهم تبلغهم بشكل رسمي وطميني تظل التواصل أين أيمن؟ لا عزيزي نحن كنا بالخدمة الوالدة رتبت لها سمى الدخول وراح تزلك إياها للكويت اي 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 راح تزلك إياها اليوم اليوم ايه هاو لا عزيزي يلا أريد قلبه قوي حتى ترجع إن شاء الله إن شاء الله صحة وعافية يلا طيب إن شاء الله أخذ راحتك أخذ راحتك أخذ راحتك أخذ راحتك شكرا سافر عدنا إذن مشاهدين الكرام كان هذا اتصال السيد دولة رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني باللاعب أيمن حسين للإطمينان على صحته والوقوف على كل ما يحتاج اللاعب من خلال التواجد في دولة الكويت كما ذهب إلى جزئية مهمة جدا وقدم الشكر للجهات الرسمية في دولة الكويت بعد السماح لدخول المشجعين العراقيين للمباراة المقبلة أمام المنتخب الكويتي وبدون سمى الدخول وهذا التطور الإيجابي الذي حدث خلال الأيام القليلة الماضية كابتن بسام إذا ما تحدثنا عن الاتصال قد يكون للمرة الأولى نشاهد اهتمام حكومي بهذه الدرجة وبهذه القيمة بلاعث المنتخب الوطني لوقوف على الإصابة والذهاب إلى أن يقدم كل ما يستلزم الأمر من المساعدة في هذا الموضوع ذهابا إلى عملية التعاطي مع كل ما يخص الرياضة العراقية بهذه الأهمية وبهذا الاهتمام من دولة رئيس الوزر نعم طبعا أكيد نحن نشيد أيضا بهذا التعامل الإيجابي والتواصل الإيجابي وبنفس الوقت التقدير يعني التقدير لإمكانية أيمن حسين اليوم وتأثير أيمن حسين واقعا بالشارع وبالجمهور وأيضا في الدولة العراقية إذن الرياضي إلى قيمة عالية اليوم الحكومة العراقية جاءت تتعامل بشكل احترامي كل تقديري لكل السابقين يعني اليوم جاءت تعامل بشكل مهاير عن السابق اليوم جاءت تعطي أولوية أولوية للنجم أولوية للمنتخب العراقي أولوية للرياضة العراقية لما لها من أثر فاعل في نفوس العراقيين اليوم فرحة العراقيين هي فوز المنتخب العراقي فرحة العراقيين وصول إلى المونديال وهو جاي يتحدث اليوم سيد محمد الشيء السوداني مع ايمن والاخوان بان هناك هدف ما بين السطور هناك هدف بالوصول الابلوغ المونديال هذا لا يتحقق الا من خلال الدعم والتواصل مع اللاعبين مع الجهاز الفني اليوم بدأوا يشعرون اللاعبين بانه المهمة حقيقية المهمة ما كانت شكلية المهمة اليوم تنافسية وهناك اصبحت دول على مستويات عالية تتبارى وليست فقط على مستوى اتحادات رياضية اليوم حكومات كلية تدعم وتقدم المساندة وتحاول ان توصل افضل ما عندها لللاعب العراقي اليوم الطيارات كلها على الاول يعني فرس كلاس وهناك طائرات خاصة كل منتخب الوطني في السابق كان هناك الكثير من المعانات في هذا الموضوع بالباسات كنا اليوم الامر تغير اليوم الدعم والرعاية والاهتمام تغيرت لذلك اليوم المطالبات من حقنا نطالب اليوم نجومنا بانه يقدمون عطاء اكثر يجب ان يكون هناك مقابل لهذا يجب ان يكون مقابل اليوم انت ماكو شيء بدون مقابل الشعور بالمسؤولية ينبع من داخل قبل ما يكون ينبع من الخارج ينبع من داخلك لذلك اليوم نجلة لما تحدثنا عن نجلة اكيد هي شعرت بهذا الحافز الكبير داخلها الحلم الكبير وتعبت بدل الجهود هي وعائلتها قبل ما يكون هناك دعم للدولة ذلك هي التفاعلة ويدعم المتوفر ولكن على الدولة ايضا ان تقدم ما تقدم لهذه البطلة الضبط اليوم نجلة انا اتمنى ايضا سيد رئيس وزراء يتصل بنجلة وايضا يقدم لها الدعم والعائلتها حتى تستمر في عطاها مستقبلا ولكل رياضي يستطيع ان يقدم شيء للبلد اذا احنا احنا المنظومة بدأت تتفاعل نعم والمساحة اصبحت مفتوحة والكفاءات كلها متواجدة اليوم والكل بعد هذه الفرحة الكل يعمل ويشتغل اذا هو حافظ للكل بانه يجب ان يترك له ولو بصمة جميلة بهذا البلد قبل ان يغادر مساحة الرياضة او عمل الرياضي بل فعل حميد اذا ما ذهبنا الى اتصال دولة رئيس الوزراء الرسائل الموجهة بشكل قد يكون واضح للعيان بان هناك هدف لدى الحكومة العراقية بتواجد العراق في المونديال كل الدعم مقدم للمنتخب الوطني واتحاد كرة القدم من اجل هذا الهدف الاهتمام الكبير باللاعبين بالاشخاص بمنظومة العمل كل هذا متواجد لدى الحكومة العراقية ودولة رئيس الوزراء وهناك اهتمام ايضا بعملية التفاعل الجماهيري مع المباريات رأينا في الايام السابقة كيفية التفاعل مع دخول الجمهور الى الكويت وحدث بان الكويت سمحت لجمهور العراق بالدخول بدون فيزا الى الكويت لمشاهدة المباراة نعم يعني محمد انا كنت اتحدث قبل دخول الستوديو عن موضوع اتصال سيد رئيس الوزراء باللاعب ايمان حسين يعني انا اقول لك ياها بصريح العبارة لأول مرة في تاريخ العراق نعم انه رئيس الوزراء يتصل بلاعب اصيبة بوحدة من المباريات وراح يتلقى العلاج باحد المستشفيات ترى ما صارتنا قبل بس وصلت الى الرياضة العراقية على يد سيد رئيس الوزراء الحالي محمد الشاع السوداني وبقية المنظومة القائمة على الرياضة العراقية وكرة القدم على وجه الخصوص اليوم بدي انه انوه ولو هو خارج سؤالك لكن الشواهد دائما لا تكذب الشواهد تقول انه عبر التاريخ دائما يعني هناك مهاجم او لاعب قد يكون بارز وبارع لكن تحت الاضواء يعني خلف الاضواء عدم يعني اعطاء الفرصة بسبب وجود نجم اول في الفريق بسبب وجود نجم اول في المنتخب وبذلك عند اصابة النجم الاول للفريق قد تسنح لهذا اللاعب انه يبرز مكانياته ويقدم نفسه على اكمل وجه اليوم ايمن اصيب ويتلقى العلاج لكن لاعب اصيب ليست نهاية العالم عندنا لاعبين والبركة بهم يعني كبيرة ان شاء الله قد يكون يعني هذا الظرف اللي مربي كابتن ايمن قد يكون هو طوق النجاة لمهاجم اخر يسعى لاثبات وجوده في تصفيات كيس العالم وانا اقول لك وواثق من كلامي تقصد من يعني اللاعب الذي مثلا علي حمادي او مهند علي اللاعب الذي اتى من مدينة الضباب اللاعب الذي اتى من مدينة الضباب اعتقد سيكون له دور كبير في مستقبل المنتخب الوطني وما اصابت يعني ايمن حسين اللي يدعي له بالشفاء ان شاء الله وانه يرجع لنا بأتم الصحة والعافية الا هي الطوق نجاة الى هو ومصائب قوم عند قوم فوال طيب هذا ما يخص ايمن حسين طيب ما يخص المباراة المقبلة حميد امام الكويت التلاتة المقبل كان هناك لغط خلال الايام القليلة الماضية عن الدخول ومائتين تذكرة فقط الآن بعض يتحدث حتى عن الملعب بيعت كل البطاقات الخاصة به اربعين الف بطاقة وبالتالي هناك توضيح من انتحاد كرة القدم بان العراق متمسك بالقيمة المخصصة له في ارضية الملعب وهي ثماني بالمئة من سعة الملعب حسب القانون الاتحاد الدولي ولكن الكويت سمحت لجمهور العراقي بالدخول حتى في سيارتهم الشخصية وبدون سيمة الدخول وهذا تطور مهم وإيجابي بالنسبة لجمهور العراقي وحضور المباراة هذا سوف يعطي دفعة كبيرة للمنتخب في مباراة الكويت نعم محمد موقف الكويتين حقيقة موقف منتظر من عدهم لما شاهدوه من كرم وحفاوة استقبال في خليج البصرة 25 وبذلك هو ليس بجديد على أخوتنا في الكويت لكن بدي أنه أتطرق لحالة أيضا أخرى وهي حقية جمهور العراقي في التواجد في مدرجات ملعب المباراة يعني هذا استحقاق وأعتقد أن الاتحاد الكويتي أو الكويتيين لن يستطيعوا من غبل حق الجمهور العراقي أو تقليل مقاعد المخصصة للمنتخب العراقي لأن المباراة قام تحت إشراف الاتحاد الدولي والاتحاد الآسو الذي يقيم موضوع التنظيم وغيرها من الأمور وما أعتقد أن الاتحاد الكويتي قادر على أنه يجازف بوضعيته كاتحاد محلي يقطن ضمن الاتحادات التي تابعة الاتحاد الدولي والاتحاد الآسو وبذلك أنا كنت مطمئن لأنه حصة الجمهور العراقي هي باقية على حالها ولن يستطيع أحد المساس بها مهما كلف الأمور مباراة مع المنتخب الكويتي يعني محمد حقيقة التاريخ يقول أنه إحنا التقينا مع الكويت في 39 مباراة عبر التاريخ ولا مرة التقينا في تطفيات كالس العالم أول مباراة سنلعبها أمام المنتخب الكويتي هي التي ستقام إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم 39 مباراة تغلبنا على المنتخب الكويتي في 16 مباراة كانت الغلبة لهم في 14 مباراة وحضرت تعادل في 9 مباراة أتمنى أن المنتخب العراقي يواصل مسيرته وانتصاراته على المنتخب الكويتي في مباراة الثلاثاء لأنها تعني أنه سيكون في رصيدك 6 نقاط مما يعني أنه بقاءك في قمة المجموعة مهما حدث من تداعيات لمباراة أو منافسات المجموعة هذه بالفعل يعني الفوز الذهاب إلى 6 نقاط وبالتالي هذه الست نقاط سوف يبقي العراق في صدارة المجموعة مشاهدين الكرام للتذكير فأن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أبدأ عجابا من الحضور الجماهيري الكبير في ملعب البصرة في مباراة المنتخب العراقي أمام عمان والذي استطاع به الجمهور العراقي بأن يصل إلى المرتبة الأولى من حيث الظهور الجماهيري في بقية الملاعب في مباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة المونديال المقبل من المباراة الأولى وبالتالي هو في التصنيف الأول ما بين الجمهور الآسيوي كابتن إذا ما تحدثنا عن مباراة الكويت كابتن حميد تحدث بأن المباراة الفوز بها يذهب بالعراق إلى ست نقاط مهما حدث في بقية المباريات والتي كانت في مصلحة العراق في مباراة السابقة سوف يبقى العراق فيها صدار طبعا نحن نتوقع بأنه تحصل مفاجئات وتستمر المفاجئات في هذه المجموعة وإحنا بصراحة نريد هذه المفاجئات لكن لا يستطيع على حساب المنتخب العراقي نتمنى فعلا بأنه إحنا اليوم الروح باتجاه باتجاه يعني كسبت ثلاث نقاط باحترام وتقدير وبالروح قتالية عالية ونركز بشكل عالي في أداء واجباتنا المباراة لن تكون يعني ربما رح يكون بها ضعف بالأداء الفني رح يكون بها ربما توقفات كثيرة رح يكون بها مشاكل كثيرة لكن المباراة ستكون خططية خططية على مستوى انتقال وحركة اللاعبين وخططية على مستوى المنظومة الدفاعية اليوم الاندفاع اللي رح يحرص عليه المنتخب الكويتي وتفعيل الأطراف ولعب كرة من خلال طبعا تمرير الكرات في العموق أعتقد هاي يجب أن تقطع عليه مسار الكرة وأن تحاول قدر الإمكان بأنه ما تمنح المساحة اللي يتمنىها اليوم لدينا بنية ويمتلك للمنتخب الكويتي التفاؤل من خلال هذه المباراة باعتبار أنه حقق تعادل المهمين أمام المنتخب الأردني على أرض الأردن ثاني آسيا وبالتالي خطف نقطة من المنتخب الأردني يعتبر مكسب بالنسبة للمنتخب الكويتي وسوف يأتي بهذا المكسب إلى مباراة المنتخب العراقي هو رح يحسب هاي الحسابات وجمهوره وعلامه رح يركز على هاي الحسابات بأنه المنتخب اللي يفاز على المنتخب العراقي اللي هو الأردني في أمم آسيا إحنا استطاعنا أن نحصل من عدة نقطة وفي ملعبة وفي ملعبة إذن إحنا قادرين أيضاً أن نوقف العراق في ملعبنا طبعاً الحسابات تختلف هنا وطريقة تعامل المدرب مع اللاعبين وتحضيرهم تختلف أيضاً وبنفس الوقت إحنا نختلف عن ربما الكثيرين اللاعب العراقي دائماً توقع مننا إشياء غير محسوبة مرات تصير عندك خاصة اللاعبين المهارين اللي عاول عليهم كثير علي جاسم أنا باعتقادي رح نستفاد من عنده أكثر مما استفادينا من عنده أمام منتخب العماني ولكن سيد كساس راح علي جاسم من خلال التدريبات خلال اليومين السابقين وقال بأنه يحتاج إلى فترة أطول للراحة نعم هذه الفترة الراحة يعني أكيد هو يحتاجها علي جاسم لأنه بذل جهد كبير وبعض العناصر الأخرى أيضاً بذل أسامة رشيد بذل جهد كبير لذلك هاي الراحة ربما هاليومين رح يستعيش شفاءه بشكل تام نعم ورح يستفاد من عنده اليوم علي جاسم مطالب مطالب بصراحة مطالب براز مهاراته وإمكانياته صناعة لعب تسجيل أهداف إحنا كنا نعول على أيمن حسين وعلى جاسم كثيراً في مباراتنا أمام عمان لذلك اليوم أصبح الحمل مضاعف على علي جاسم بأنه يجب أن يبذل جهد أكبر أن يفعل دورة الهجومة بشكل أحسن طيب قابتن بسامي هل من الممكن أن يغير السيد كاساس من تشكيلة المنتخب على مستوى الأفراد وعلى مستوى الخطط داخل أرضية الملعب في مباراة المنتخب دائماً ما يفاجئ كاساس يفاجئ الجميع بلاعب معين ربما يبدأ بدانيل السعيد في مباراة القادمة وربما أيضاً سيبدأ بعلي الحمادي كمهاجم سريع لكن هذه الأسماء بصراحة الشاب يجب أن تكون حذر ليش حذر؟ لأنه كثير من الأسماء عندما تغيرها بالتشكيل خاصةً نتكلم عن الخمسة للأمام يليعبون للأمام وما لاعبين بشكل مباشر في مباراة تجربية قد تفقد الكثير أيضاً في امتلاك الكرة وبالتالي سوف يعتمد على ما بدأ به في مباراة عمان ربما يكون تأهيد لاعب واحد الطراري ونفس التشكيل اللي يبدأ به الشوط الثاني يجب أن تكون عنده خطة بديلة خطة ناجحة حتى يستطيع أن يستثمرها لا تعرف ظروف المباراة شنو راح تطيك بالفرق الكرات الثابتة ما زالت هي السلاح الأفضل بالنسبة للمنتخب العراقي أمام المنتخب أيضاً الكويتي عندنا عناصر زي التحسين ممتاز بالكرات العالية زي التحسين ليبين سلاقة ليبين سلاقة ممتاز بالكرات العالية هؤلاء نحاول استثمرهم بالإضافة إلى الكرات اللي مررها ثابتة على جاسم احنا شاهدنا الكرة جميلة وفي المنطقة أهم منطقة ستة يارد استطاع حقيقة أن ينفذ الكرة اللي كانت على مستوى رأس تقريباً أيمن حسين اللي قفز وحاول أن انسكنها الشباك إذا نحن هؤلاء اللاعبين المهاريين نحن محتاجيهم بنفس الوقت كمنظومة دفاعية علينا أن نلعب بنفس الطريقة لا نعطي المساحات الواجبات الهجومية نفعلها لكن تدريجياً أثناء دخولنا لمباراة الكويتين خايفين من المنتخب العراقي ليس العراقي خايف من المنتخب الكويتي خلي بالك يعني بل فعل ونحن خلل نلعب على هذا الوتر اللي نستفاد من عنده بالإضافة لجمهورنا الوفي اللي رح يتواجد اللي رح يكون إلى بصمة لدعم المنتخب العراقي طيب مشاهدين كرام أمجد عطوان لاعب المنتخب الوطني العراقي كان قد طالب ما بعد مباراة المنتخب أمام المنتخب العماني بأن يكون الجمهور والإعلام مساند للمنتخب الوطني مساند لللاعبين رغم عدم الأداء الذي قد يكون للبعض عليه أكثر من تحفظ ولكن طالب بأن يكون الجمهور والإعلام صبور على أسود الرافدين لنتابع ماذا طلب السيد أمجد عطوان من الجمهور والإعلام العراقي أولا بسم الله الرحمن الرحيم مبروك الفوز الحمد لله وشكر قدرنا نحقق لقاطة المباراة مبروك لكم دعمكم مبروك الجماعير اللي حضرت الجماعير اللي آزرت شكر الكادر التدريبي للتحاد اللي يوفر جميع من التطلبات لكن خلن نعلم أنه الفريق بدنيا غير جاهز يعني احنا بفترة طويلة احنا نمتعدين على مبارايات الدولية وحتى مباراة الدوري تعرفون الدور متوقف اليوم ما نقدر نحن نقيم أي لعب أو نقيم المستوى الفني من خلال أنه فريق مجهز بدنيا علينا أنه راعي هذه الأمر لكن المهم أنه نحط نقاط المباراة وهذا كان الأهم المبارايات اللي أولا دائما ما تكون صعبة مثل ما شفته المبارايات اللي قاموا مباراتنا مبارات كوريا مبارات هواي مبارايات أنه المنتخبات ما قدروا تحقق اللي احنا حققنا لكن علينا نطوى هذه الصفحة علينا نفكر مباراة عندنا مباراة مهمة الآن نحتاج الدعم الانتقاد نخليه على صفحة اليوم الدعم منكم من الجماهير أي كلمة ممكن يتأثر على اللاعب ممكن تنتقدون اللاعبي الكبار أوكي يتحملون ممكن نعطموا الخبرة الدولية للتحمل الجماهير للتحمل الإعلام بعض الأحيان بالانتقاد لكن أنا أتطلب منكم أن الانتقاد الآن نتوقف على الانتقاد بحيث أن نخلص المباراة عندنا مباراة قريبة أعرف أنه أكو ولا ماكو نحن نطلب من الجماهير يعني من الإعلام أنه الآن فترة الدعم نعم أنا أعرف الآن نحتاج الدعم منكم فقط حتى نحقق اللي إحنا نطمح إليه واللي أنتم تطمحون إليه هو التهل الكاس العالم والله صراحة نحن حزينين يعني ما نعرف شو نقول حزينين لكن الحمد لله وشكر قدر الله ما شاء الله فعل يعني أيمن واحد من أفضل لاعبين نتمنى للشفاء العاجل كنا باننا يما البارحة ممكن قاعدين للصبو إحنا منتظرين أيمن نتمنى للشفاء العاجل عندنا مباراة مهمة لكن اللاعبين اللي موجودين إن شاء الله أنوا يقدرون يعوضون أيمن وأي لاعب يقدر يغيب عن المنتخب راح الإخوان اللاعبين يقدرون يعوضون إذن مشاهدنا يا كرام كان هذا الكابتن أمجد عطوان لاعب المنتخب الوطني العراقي والذي طالب الجمهور والإعلام الرياضي العراقي بعدم الانتقاد في الفترة الحالية كون أن المباريات المقبلة هي الأهم على مستوى النتائج وليس فقط على مستوى الأداء الفني داخل أرضية الملعب وقال بأن على الجمهور على الإعلام أن يكون مساند وبشكل قوي للمنتخب الوطني للوصول إلى الهدف المبتغى وهو التواجد في كأس العالم كابتن حميد إذا ما ذهبنا إلى ما قاله أمجد عطوان من خلال التصريح ما بعد اللقاء طالب بعدم الانتقاد طالب بالمساندة من الجمهور والإعلام وطالب بأن يكون الجمهور أكثر صبر على المنتخب خلال المباريات المقبلة محمد أنا كنت أتمنى أنه ما أتحدث عن أي حالة سلبية رافقت المنتخب الوطني في مباراة السابقة أمام منتخب عمان رغم موجود بعض السلبيات التي هي متأثر أكيد على مسيرة منتخبنا الوطني لكن دعنا بعيد دعنا بعيد حميد دعنا بعيدين عن الجوانب السلبية نريد أن نتحدث بالإيجابيات حتى تكون هذه الإيجابيات حاضرة أيضا في المباراة المقبلة يعني هي رسالة للأمجد حتى ما أتحدث بعض الأمور قد تكون يعني خارج يعني هي رسالة لأمجد أطوان ولكل لاعبين أنه يا أخي حتى الحجر والشجر كلها يهتف اليوم باسم المنتخب الوطني الحكوم والمسؤولين كل شعب العراق اليوم طالعوا إلى المنتخب الوطني يهتف بأسماهم ويآزرهم 65 ألف متفرج موجودين في البصر رغم حرارة الجو رغم ظروف الصعبة رغم يعني ارتفاع أسعار التذاكر رغم كل هاي الأمور كلها الجمهور حاضر ويآزر وإذا كان انتقاد معين من قبل يعني شخصية معينة ملمة بكرة القدم وبالأمور الفنية لا بس أنه تاخذون بها منتخبنا وعلى فكرة يعني هذه التصفيات لا تقبل التعويض نحن صبرنا 34 سنة على موضوع ابتعادنا عن كيس العالم والتأهل إلى كيس العالم أعتقد هذه المرة بوجود هذا الدعم الحكومي وبوجود هذه الوفرة من اللاعبين اللي قادرين على تقديم العطاء داخل مسلطية الأخطر أعتقد ماكو عذور اليوم احنا منحرصنا على المنتخب الوطني ومنحرصنا على تحقيق الإنجاز اليوم نقول لهم لا احنا اليوم ريد معكم تحقيق إنجاز بغض النظرة عن الأداء ماش لا تأديلي لكن أريد نتيجة أديت أو ما أديت انت حققت نتيجة أمام منتخب عمان جزاك الله خير لكن انتظر منك الأفضل أمام منتخب الكويت على فكرة منتخب الكويت ليس بذلك المنتخب اللي ممكن يكون يعكر أجواء منتخبنا الوطني بالعكس منتخب الكويت الآن هو أضعف منتخب في المنطقة منتخب الكويتي خاصة بعد أفول نجم يعني جيل بدل المطوع والمشاكل الإدارية التي حدثت للكرة الكويتية وحرمانها المشاركات بعدها يعني أعتقد حمينك حتى الكابتن بسامر أوف قال بأن المنتخب الكويتي سيدخل المباراة وهو خائف أيضاً من المنتخب العراقي يعني على مستوى الأسماء وحتى على مستوى النتيجة وبالتالي على المنتخب العراقي ولاعب المنتخب العراقي الاستفادة من هذه الجزئية في بداية المباراة يعني محمد حقيقة طبعاً يشجد على أخوي يعني كابتن بسامر يعني الكرة الكويتية الآن لا تقارن بالكرة العراقية على الإطلاق نعم من حيث يعني حتى على البنة التحتية اليوم أنت تتحدث عن الكويت لديها يعني أموال لديها يعني الوضع الاقتصادي للبلد مرتفع جداً لكن على مستوى البنة التحتية وعلى مستوى وجود المواهب هي لا شيء على مستوى المنافسات ووجودها في البطولات الكبرى الكويت لا شيء إذن هي لا شيء أما منتخباتنا الوطنية أما منتخبنا الوطني المدجج بقائمة وترسانة كبيرة قادرة على يعني منافسة يعني أقوى المنتخبات الآسيوية الآن اليوم إذا ما تكلمنا عن المنتخب الكويتي نعم نحترم الكويت نحترم المنتخب الكويتي نحترم الكور الكويتي لكن هي لا تشكل شيئاً طيب أمام لاعبينا أمام المنتخب الوطني حميد يعني بسؤال حميد يعني بسؤال حميد بسؤال أخي نعم ماذا تتوقع لنتيجة مباراة الثلاثة على أساس ما قدم المنتخب في مباراة عمان وما قدمت الكويت في مباراة الأرض شوف أنا أؤمن كثيراً بأن كرة القدم لا تعطي من يعطيها دائماً نعم بل هي أم المفاجآت ممكن في لحظة تدير لك ظهرها وتريك الوجه الآخر القبيح حذراً لهذا المصطلح القبيح لوجهها لآخر القبيح للجمهور ولمن يقدم الأداء لكن مع هذا يعني لا أسمح لنفسي أن لا أرشح المنتخب العراقي للفوز بغفرة أهداف قد تكون 2-0-3-0 لكن المنتخب العراقي له يعني أرجحية واضحة وأفضلية كبيرة على المنتخب الكويتي أعتقد المنتخب الكويتي لن يشكل حاجة صعبة ما منتخبنا الوطني قادرين على تقديم أداء قادرين على عبور الحازز الكويتي وتحقيق الانتصار في هذه المباراة والبقاء في صدارة هذه المجموعة نعم الزميل حميد المظهور الإعلامي والصحفي الرياضي من أربي شكرا جزيلا لنظمامي إلينا والحديث حول ما جاء من أخبار وتداعيات لفوز المنتخب الوطني على المنتخب العماني وكل ما جاء خلال الساعات القليلة الماضية من أخبار حول المنتخب إذن كابتن بسام حميد قال بأن الكرة كرة القدم هي أم المفاجآت دائما ما تدير ظهرها لمن يقدم ولكن هو متفائل بأن يحقق المنتخب الوطني الفوز ماذا يمكن أن يقدم المنتخب في مباراة الكويت ماذا تتوقع أن يقدم وكيف هو الأداء المرسوم الذي منه ممكن أن يقدم سود الرافدين في هذه المباراة طبعا على مستوى يعني بعض اللاعبين اللي صارنهم أكثر من سنة مع المنتخب العراقي اليوم أكيد يعني إحنا محتاجينهم اليوم بهذا كذا منافسة بهذا كذا بطولة بهذا كذا معترك صعوب محتاجين بأنه تظهر شخصية المنتخب العراقي نوعية اللاعب العراقي اللي يقبل التحدي وأن يدخل مباراة كأسد حقيقي ويلعب بروح قتالية ويلعب بإمكانياته العالية نعم اليوم أنا باعتقادي اليوم استقرار العماري في وسط الملعب رح يساهم بشكل كبير في إيصال الكثير التمريرات الجيدة للأمام نعم حركة يوسف الأمين المميزة بالشوط الأول ناخذ النواحي الإيجابية اللي كانت بالشوط الأول نعم وحركة علي جاسم في العموق والتمريرات إن شاء الله تكون أيضا حاضرة وممتعة وممكن استجل هذه الثنائيات من عندها نسجل هدف ونصنع من عندها أهداف طيب ماذا تتوقع للنسبة؟ أتوقع التفوق للمنتخب العراقي الفوز في المباراة نعم ما زد لحد الآن أقول الفوز المنتخب العراقي رغم كل المعطيات رغم ربما تكون هناك المجاملات لكن أتمنى أن لا تكون مجاملات على حساب المنتخب العراقي نتمنى ذلك ونتمنى كل التوفيق للمنتخب الوطني في مباراة المقبلة أمام المنتخب الكويت كابتن بسام رأوف نجم الكرة العراقية السابق شكرا جزيلا شكرا أستاذ محمد إذن مشاهدين الكرام كل التوفيق للمنتخب الوطني في مباراة المقبلة أمام الكويت الثلاثة المقبل أن نذهب إلى الصدارة بست نقاط كاملة هو عنوان مباراة الثلاثة أمام الكويت وصلنا إلى ختام حلقة هذا اليوم نشكر لكم حسنا المتابعة وأدونكم في رعاية الله وأمنه اشتركوا في القناة